إيران أمام استحقاقات كبيرة بين التحديات الداخلية والخارجية السلطة الجديدة تتسلم مهامها وسط ضغوط للرد على إسرائيل عسكريا فهل يملك مسعود بزوكشكيان أي تأثير على خيارات الحرس الثوري بشأن شكل الرد؟ جدلية دور الرئيس والحكومة تبرز مرة أخرى في إيران مقارنة بدور المرشد الأعلى ونفوذ الحرس الثوري واسع نطق كل ذلك يقاس اليوم على خيار الرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران لمن الكلمة للفصل في تحديد نوع ووقت الرد العسكري؟ وهل يورد ذلك الرئيس الجديد مسعود بزوكشكيان وحكومته قبل استلامها لمهامها؟ للحرس الثوري حسابته الخاصة وقد بدأ عمليا تدريبات عسكرية في المناطق الغربية للبلاد تستمر حتى يوم الثلاثة مسؤول في الحرس الثوري أكد أن هدف هذه التدريبات في إقليم كرمان شاه قرب الحدود مع العراق هو تعزيز الجاهزية القتالية واليقظة يأتي ذلك في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية الشهر الماضي الاستعدادات طالت أيضا أو أصبحت أيضا تأخذ حيز من النقاش الدولي لكن مصادر إيرانية نفت أن يكون خلف تأخر انتقام إيران خلافات ما بين المسؤولين الإيرانيين يأتي ذلك بعد أن أشارت مصادر غربية إلى أن الحرس الثوري يريد استهداف قواعد عسكرية في عمق إسرائيل بينما يصر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان على استهداف قواعد إسرائيلية بالدول المجاورة في هذه الأجواء الضبابية ظهرت بلامح الحكومة الإيرانية الجديدة وهو تحدي تأخر بدوره فقد رشح بازاشكيان عباس عراقجي كبير المفاودين السابقين بالمحادثات ناوية لمنصب وزير الخارجية ورشح إسماعيل خطيب لوزارة الاستخبارات والعميد عزيز نصير زادة لشغل وزارة الدفاع بانتظار التصديق على أسماء وزراء الحكومة الإيرانية من البرلمان برزت مجددا أسباب تأخير إعلانها جزء أساسي من ذلك كان الخلافات الداخلية وتحديدا الصراع بين أنصار التيار الإصلاحي والتيار المتشدد الذي تحاول قياداته الحفاظ على مناصبها وامتيازاتها تحت مسمى حكومة وفاق وطني في الحديث عن الانقسامات الداخلية برزت أنباء عن استقالة نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف وسائل الإعلام الإيرانية عشرت إلى أن استقالة ظريف تأتي بعد فترة قصيرة من تعيينه وسط انتقادات التيار المتشدد لاختياره للمنصب هنا لا بد من التذكير أن ظريف كان واجه أيضا انتقادات من المحافظين وسائل أعلام تتبع للحرس الثوري الإيراني قبل ثلاثة أعوام حين سرب تسجيل صوتي له انتقد فيه تدخل الحرس الثوري الإيراني بسياسات الدولة إذن الحرس الثوري في واجهة التطورات الإيرانية أكثرها الحاحن اليوم في طهران كيفية الرد على إسرائيل فأي خيار هو الأقرب؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار مصالح وتحديات الحكومة الجديدة والرئيس الجديد؟ وماذا عن أمن المنطقة وعلاقات طهران؟ في هذه الجزئية كان أكد القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري أن رد طهران ينسجم مع مساعيها للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة ما فعلته إسرائيل في طهران خطأ استراتيجي سيكلفها ثمن باهظا وهي ليست في وضع يسمح لها ببدء حرب ضد إيران أما الإجراء الذي تريد اتخاذه طهران ضد تل أبيب فنسجم تماما مع مساعينا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة نحاول الإجابة على كل هذه التسألات المطروحة الآن مع ضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويو ران أهلا بك معنا دكتور حسين في التاسعة دوما ولنبدأ من المناورات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني بكرامان شاه غربي إيران ما هي رسالة إيران من ذلك؟ ما هي رسالة الحرس الثوري؟ وفي بريد من هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللمشاهدين الكرام يعني المناورات التي تجري الآن في غرب إيران وتحديدا في محافظة كيربان شاه هي جزء من عملية الرد الإيراني يعني بعبارة أدق هناك أسلحة جديدة منظومات حرب إلكترونية تم تدشينها في هذه المناورات هي يمكن أن تستعمل سواء كان في الرد الإيراني على الكيان الصهيوني من خلال إيجاد خلل كبير في منظومة الكيان الصهيوني من خلال الحرب الألكترونية أو فيما إذا جاء رد من إسرائيل أيضا هذه الأجزاء من الحرب الألكترونية لها أهمية كبيرة لأنها تستطيع أن تغير مسارات أي صاروخ يمكن أن تستهدف به إيران على سبيل المثال من هنا ما يحدث الآن هو مرحلة تحضيرية لزيادة أو تحصين إيران في عملية الرد وما بعد الرد طيب يعني كثيرون قد يختلفون معك دكتور حسين في هذه القراءة لأنه بعد السؤال عن لماذا تأخر الرد وأين الرد الآن توجد شقوق حقيقية إن كانت تهران سترد بالأساس من أراضيها ستوجه هجوم على إسرائيل ضربة على إسرائيل من الأراضي الإيرانية أم ستكتفي فقط بما سيقوم به الوكلاء يعني بيد الوكلاء لا بيدها يعني شوف في إيران بالنهاية هناك منظومة قائد القوات المسلحة هو المرشد العام والمرشد العام أصدر أمرا بالرد لقائد القوة الجيوفضائية في الحرس العميد حاجزادة وهذا هو بحد ذاته أمر عسكري يجب أن ينفذ على أرض الواقع ولكن هذا غير مقرون بتاريخ التاريخ الاستهداف الأهداف هذه تبقى مسألة يقررها الحرس ذاته ولكن القرار بالرد أخذ قد يكون للرئيس كما ذكرتم بيزيشكيان وجهة نظر ولكن تبقى القوات المسلحة تحت إمرة المرشد وليس رئيس الجمهورية من هنا موقف رئيس الجمهورية يمكن حتى أن يقال أو يطرح ولكن لن يؤثر في عملية الرد لأن المنظومة التي تقوم بالرد هي تستلم أوامرها من مكان أخر أعتقد أن هذه بداية جيدة لأي حكومة لأي رئيس أن يكون رأيه توجهاته بلا وزن في موضوع حساس للغاية وهو الذي رفع شعارات في الانتخابات بضرورة إعادة بناء العلاقات مع الخارج وهذا محور سنغوص فيه بعد قليل هل تعتقد أنها بداية موفقة هذا الخلاف حول حجم الرد على إسرائيل كيفية الرد وأن لا يعتبر برأي برزيشكيان والحكومة الجديدة في ذلك سيد برزيشكيان قد لا يكون أن نواجه ظروف موفقة بعبارة أدقه في اليوم الأول وبعد ساعات من أداء القسم تم اغتيال الشهيد هنية وهذا خلق ظرف جديد أساسا يتنافى مع ما كان يحاول برزيشكيان ترسيمه على أرض الواقع السيد برزيشكيان طرح موضوع التفاوض مع الغرب في حين أن الأولوية الآن افتراضا للسيد عرقشي المرشح لوزارة الخارجية لن تكون تفاوض مع الغرب من هنا هو في ظرف مختلف قد لا تكون البداية ظروفها كانت موفقة ولصالح السيد برزيشكيان ولكن لا أتصور أن موضوع الرد الإيراني سيؤثر كثيرا على السيد برزيشكيان وبرامجه طيب ماذا عن التشكيل التي أفرج عنها والتي تنتظر التصديق من البرلمان لوزراء حكومة وخاصة ترشيح عرقشي كبير مفاوضي إيران للمباحثات النووية لمنصب وزارة الخارجية يعني في تصوري الحكومة التي طرحها اليوم السيد برزيشكيان على البرلمان لنيل الثقة هي أولا حكومة ليست من ذات لون واحد هي فيها وزراء جدد من الجيل الجديد فيها وزراء حتى من الحكومة السابقة مثل وزير الأمن خطيب وهناك وزراء مستقلون وزير الداخلية ووزير الدفاع هم أساسا عسكريون والعسكريون أساسا ليس لهم انتماء سياسي ولا يحق لهم أساسا الانضمام إلى أي حزب من هنا هذه أطراف مستقلة هذا الطيف الواسع بتشكيلة مسعود برزيشكيان يعني في تصوري السيد برزيشكيان وعد ألا تكون حكومته حكومة محاصصة حزبية من لون واحد وهو وفى بهذا الوعد يعني هناك وجوه إصلاحية موجودة في داخل الحكومة حكومة السيد برزيشكيان ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه حكومة إصلاحية هذه حكومة فيها من كل الوجوه هو يقول أن الاختيار كان على أساس الاختصاص مثلا السيد عرقشي السيد عرقشي أكاديمي أستاذ جامعي في العلاقات الدولية وعدوا سابق بالحرس الثوري الإيراني وعدوا سابق بالحرس الثوري الإيراني السيد عرقشي لا 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 لم يكن هو في الحرس هو أكاديمي في جامعة طهران يدرس العلاقات الدولية واختياره لم يأتي على خلفية حزبية هو ليس إصلاحي وليس أصولي محافظ هو أكاديمي ويمتلك منطق سياسي أكاديمي بعيد عن التحزب من هنا في تصوري أن هذه الحكومة في الشكل العام هي حكومة يمكن أن تكون موفقة ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي الوزارات الاقتصادية يعني وزارة الصناعة والمعادن النقل وكذلك التجارة يعني المشكلة الأساسية والأولوية الأولى للسيد بيزيشكيان هو الجانب الاقتصادي يعني هو مثلا رشح السيدة فرزانة صادق كوزيرة في حين أن هذه المرأة وهو يعني وعد بأن يكون بعض وزرائه من النساء ولكن هي ليست لها سوابق كبيرة في هذا الجانب ومن هنا يمكن أن يعترض بعض النواب على الأداء الاعتبار أن هذا الموضوع بحاجة إلى تمر السابق في المجالات المختلفة للقيام بهذا الدور المهم أو السيد همتي المرشح لوزارة التجارة هو كان قبل ذلك في فترة السيد روحاني رئيس البنك المركزي ولكن عبوره يعني من المجلس ونيل الثقة صعب بعض الشيء لأن له مواقف سياسية تجاه التيار المحافظ وقد لا يصوت له وكفاءة أداء كل هذه الوزارات التي تتحدث عنها دكتور حسين مرتبط بقدرة إيران على حقيقة إعادة بناء علاقاتها مع الخارج وهو أمر تعهد به بازشكيان وأشار إليه المرشد أثناء الحملات الانتخابية لنعود مرة أخرى لمسألة وزارة الخارجية هل تعتقد أن عرقجي يدعم هذا التوجه أم أنه كان محمد جواد ضريف سيكون مناسب أكثر في هذا التوقيت تحديدا لا في تصوري اختيار السيد عرقجي أنسر لماذا؟ لأن الرجل معروف عنه أنه أكاديمي بعيد عن التحزم السياسي في حين أن السيد ضريف هو يدعم التيار الإصلاحي ويدعمونه وهذا يمكن أن يخلق له الكثير من المشاكل أساسا السيد بازشكيان اختاره مساعد له لأن مساعدي رئيس الجمهورية ليس هناك ضرورة في أن يصوت عليهم أو يأخذ الثقة من البرلمان على المساعدين الوزراء فقط هم من سيصوت عليهم من هنا هو يعلم أنه لو كان رشح السيد ضريف لما كان حصل على ثقة البرلمان من هنا جاء به ضمن إطار الفريق الرئاسي والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية وسمح بأن يأتي السيد عرقشي حتى يستطيع أن يحصل على ثقة البرلمان يعني على كل حال لتساؤلات كثيرة الآن عن هذه الحكومة المنتظرة عن الرد الإيراني المنتظر وأشياء كثيرة على قائمة الانتظار الإيرانية حتى اللحظة شكرا جزيلا لضيفي من تهران الدكتور حسين ريوران على هذه الإضاحات معنا في التاسعة أشكرك اشتركوا في القناة